أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى بانوراما نناقش فيها هذا المساء عمران خان ينجو من سحب الثقة ويطالب بحل البرلمان فهل هي أزمة خلقتها التدخلات الخارجية كما يرى خان وأنصاره أم أن الحكومة فاشلة بالفعل وتستحق حجب الثقة وفقا للمعارضة في الجزء الثاني كذلك سنناقش هدنا برعاية أممية تزامنا مع مشاورات يمنية هل تكون بداية نهاية لحرب طال أمدها إذن نجا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من إجراء يهدف إلى الإطاحة به من منصبه عندما رفض نائب رئيس البرلمان اقتراحا بحجب الثقة عنه معتبره مخالف للدستور وقال خان في خطاب لا قد أرسلت النصيحة إلى الرئيس لحل المجالس في إشارة إلى المجلس التشريعي ووفق الرئيس الباكستاني عارف علوي على نصيحة خان بحل المجلس الأدنى من البرلمان الذي كان سيصوت على الإطاحة برئيس الوزراء وقال فرح حبيب وزير الدولة للإعلام في باكستان في تغريدة على تويتر إن انتخابات جديدة ستجرى في البلاد في غضون تسعين يوما وتعهدت المعارضة على الفور بلوقف أمام رفض اقتراح حجب الثقة الذي جاء من جانب قاسم سوري نائب رئيس الجمعية الوطنية في باكستان ونائب رئيس حزب خان السياسي وكان قد دعا خان انصارة للنزول إلى الشارع وتظاهر سلميا احتجاجا على مواصفه بأنه مؤامرة مدبرة في الخارج لطرده من السلطة وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي اتهم خان أمريكا بالتدخل في شؤون الباكستانية وبمحاولة الإطاحة به لأنه يرفض الاستفافة مع مواقف واشنطن حيال روسيا والصين من جانب آخر معارض خان يتهمونه بسوء إدارته للقضايا الاقتصادية كما يتهمونه كذلك بارتكاب هفوات على صعيد السياسة الخارجية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ونناقش كل هذه التطورات مع ضيوفنا من إسلامباد أحمد قريشي كاتب صحفي وكذلك من إسلامباد سفير سابق جويد حفيظ أهلا بكم ضيفي الكريمين واسمح لي أن أبدأ معك أستاذ أحمد في الواقع أزمة باكستانية يتحدث البعض عن تدعيات كبيرة لها ولكن ما يهمنا اليوم هي أسبابها نحاول فهم هذه الأسباب رئيس الوزراء خان يقول بأن أسبابها خارجية ذكر واشنطن وقال أن الأخيرة تحاول الإطاحة به لأنه يرفض كما قال الاستفاف معها فيما يخص مواضيع روسيا والصين إلى أي مدى ما تفضل به خان هو دقيق حتى الآن لا يوجد دليل قاطع بأن هناك مؤامرة أجنبية لإسقاط رئيس الوزراء عمران خان من الحكم لم يقدم رئيس الوزراء دليلا قاطعا بذلك وإنما قدم ورقة لوح بها في جلسة أو في مظاهرة سياسية سابقة قدم هذه الورقة إلى لجنة الأمن القومي في مجلس الوزراء الباكستاني وتم البد في هذا الدليل وخرج تصريح رسمي من لجنة الأمن القومي تقول بأن هناك مسؤولا أمريكيا تحدث إلى دبلوماسي باكستاني واستخدم ألفاظ غير دبلوماسي أو كان أسلوبه غير دبلوماسي في الخطاب مع الدبلوماس الباكستاني فاللجنة الأمن القومي لم تؤكد على مزاعم وجود مؤامرة وهذه هي النقطة الرئيسية التي تحملها المعارضة الباكستانية الآن وتقول بأن قيام حكومة رئيس الوزراء عمران خان بإنهاء جلسة حجب الثقة عنه بذريعة وجود مؤامرة أجنبية وراء خطوة حجب الثقة أمر غير قانوني ويريدون من المحكمة العلية الباكستانية أن تبت في هذا الأمر طبعا موضوع حساس جدا لأنه في البدء رئيس الوزراء خان لم يذكر الولايات المتحدة بالاسم لكن لاحقا وحتى أمس أصبح ذكر اسم أمريكا بشكل واضح في بث مباشر عبر القناة الرسمية ما أدى طبعا إلى أزمة كبيرة الآن صامتة ولكن هي أزمة صامتة لكن كبيرة هذه المرة بين واشنطن وإسلامباد طبعا رئيس أو قائد الجيش الباكستاني حاول أن يحتوي هذه الأزمة قبل يوم أمس خرج في مؤتمر أكاديمي ليعلن بأن باكستان تندد بالغزو الروسي لأوكرانيا وبأن باكستان لها مصالح قوية مع أوكرانيا مع الحكومة الأوكرانية وتتمنى أن توقف روسيا فورا هذا الغزو طبعا هذا تحول كبير في موقف الرسمي الباكستاني من أحداث أوكرانيا فهناك محاولات احتواء لأزمة هناك أزمة سياسية دستورية كبيرة دخل فيها عنصر آخر وهو العنصر الأمني لأن رئيس الوزراء خان أيضا أدخل الدين وأدخل أيضا المشاعر المناهضة للغرب المناهضة للإمبريالية وأدخل هذه المفردات في هذا النزاع فهناك احتقان في الشارع الباكستاني وباكستان من الدول التي يسهل فيها صحيح هو في الواقع استعمل أدوات عديدة لمحاولة الإقناع ولكن سأعود معك لنقطة وضعه لإسم واشنطن على الطاولة سفير جويد إذا كان رئيس وزراء عمران خان لا يمتلك أدلة كما يقول ضيفي للتأكيد على أن واشنطن تقف بالفعل وراء كل هذه الأزمة لماذا يطرح هذا الاسم؟ هل يريد إخفاء فشل كما يقول معارضوه لربما طريقة تعامله مع الوضع الاقتصادي وكذلك حتى مع الملفات الخارجية نعم إلى هذا المال برأيه يأخذ واشنطن وإلاقاته معه شمعة يؤلق عليها فشله في مثلا هناك تدخم هناك غلاف عهش هناك أشياء كثيرة هناك أيضا القصور في الهكم إلى هد ما هناك أناصر داخلية أيضا الشعب نحن نمر بعوداء صعبة وما جاء في برلمان ما حدث اليوم يوم مفعم بمفاجئات وهذا كان انتهاكا لدستوره الباكستاني لأن رئيس البوزراء ليس له هق أن يحل البرلمان بعد تقديم القرار بسهب الثقة فنحن الآن أمام المحكمة المحكمة هي التي تقرر ولكن هناك فعلا أزمة سياسية وأزمة دستورية في البلاد لماذا فشل بحسب قراءتك أستاذ أحمد خان في إدارة الداخل يعني تتفقان الأثنين على أن عمران خان فشل في إدارة أمور البلاد داخليا لماذا فشل ما ألزم البعض كذلك على التخلي عنه هناك البعض من أنواب والذين كانوا خلفاء أقوياء لخان في داخل البرلمان يعني صوتوا مع المعارضة أو ذهبوا لصالح تصويت المعارضة لا نحتاج ريم أن نبذ الجهد في إثبات بأن عمران خان فشل في إدارة الدولة وفي هذه التجربة لا نحتاج لماذا لأنه كان بنفسه كريما جدا في انتقاد ذاته في مقابلات متلفزة في الأشهر الأخيرة اعترف نفسه بأنه لم يكن مستعدا هو وفريقه عندما دخل واستلم السلطة اعترف بذلك طبعا أخطأ عندما لم يستعد قبل تولي السلطة وأخطأ عندما كون فريقه وفريقه السياسي الذي أدار الدولة وأدار باكستان بلد كبير حوالي 200 مليون نسمة خامس أكبر بلد من حيث عدد السكان في العالم فشل يعني لم يكن لديه فريق متكامل ولولا احترافية الخدمة البدنية الباكستانية أو البيروقراطية الباكستانية الاتحادية وفي الأقاليم لولا أنها تولت إدارة الدولة لا كانت هناك مشكلة كبيرة في باكستان سوء الإدارة تحت عمران خان فهو فشل في أمور كثيرة فشل داخلي وفشل سياسي لن يستطع أن يوحد باكستان بعد انتخابات شهدت فيها باكستان انقساما ليس فقط سياسيا عميقا في 2018 وإنما أيضا انقسام اجتماعي كبير بين مناصري عمران خان الحزب الثالث الكبير الجديد والأحزاب التقليدية السابقة فلم يستطع بعد توليه السلطة بعد 2018 أن يقوم بتوحيد البلد فأمضى الأربع سنوات الفائتة في أستطيع أن أقول أنه قسم البلد أكثر فأكثر ونجد الآن تواجه البيروقراطية الباكستانية أو الأجهزة الأمنية الباكستانية تواجه الآن مشكلة كبيرة في أنه مثلا خلال اليومين الماضيين رأينا مناصري حزب عمران خان يخرجون إلى الشارع ويمنددون بالجيش الباكستاني وهو أمر حساس جدا يعتقدون بأن الجيش ويعتقدون بأن قيادات باكستان العسكرية والسياسية عملاء للخارج وهذه سردية نشرها وثبتها عمران خان خلال الأسابيع والأشهر الماضية بأنه هو الزعيم الوطني الذي يدافع عن باكستان أمام تحديد أجنبي وتدخل أجنبي لتغيير النظام في باكستان وأن القيادات السياسية الباكستانية كلها عملاء للخارج يعني خطاب طيب ولكن حتى إن كان هذا الخطاب خطير كما وصفته هل الحل في سحب الثقة تعتقد سيد أحمد حسب المعارضة الباكستانية يرون بأنه عمران خان لم يترك أمامهم أي مجال سوى سحب الثقة لأنه خلال الأربع سنوات الماضية رفض حتى أن يلتقي بهم فتصوري بأنه زعيم دولة كبيرة فيها كل هذه الأحزاب السياسية وخلال أربع سنوات لم يلتقي بأي من زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية فلم تكن هناك أي علاقية كيف يمكن إدارة دولة مثل باكستان صعبة وبكل هذه التعقيدات الداخلية في باكستان مع وجود رئيس أو رئيس وزراء يرفض حتى يجلس في غرفة واحدة مع زعماء الأحزاب السياسية ويعتقد بأنهم زعماء غير قانونيين عملاء للخارج يجب على أي باكستاني وطني وقومي أن لا يجلس معهم وهذه أحزاب ليست بسيطة هذه أحزاب كبيرة لها أتباع بالملايين يصوتون لها صحيح لها قواعد جماهرية كبيرة ولكن حضرتك ترى بأن المعارضة هذا ما اقترحت وهذا ما رأت صالحا بالنسبة للداخل السفير جويد حضرتك منذ قليل تحدثت وقلت بأن موضوع حل البرلمان ليس دستوريا طيب وسحب الثقة هل ترى فيها بعض دستوري بعض قانوني أو إمكانية تفعيل حقيقي إن لم يتدخل نائب رئيس البرلمان النائب رئيس البرلمان هل كان له صلاحية أن يمنع تصويت على هذا القرار هذا هو صوال هناك بعض القانونيين يقولون له صلاحية ولكن هذا الآن أمام المحكمة وأيضا خلينا نقول بأن إمران خان كان مخلصا للبلاد ولكن هناك أشياء كانت خارج خارج صلاحياته مثلا الوباء الكورونا هو عالج هذه المشكلة بحنكة وأيضا هكومته كانت هكومة مؤلفة من الأهزاب العديدة فلم يكن له أغلبية صاحقة وبهذا السبب كانت هكومته هكومة دعيفة والآن يقول أنني سأذهب إلى الشعب لكسب الابعود وكسب الأصوات من الشعب حتى يكون تكون لي أغلبية في البرلمان وأحاكم البلاد بصورة ثلثة وهو يحاول كذا ولكن الآن كل شيء إمام المحكمة المحكمة هي ستقرر ولكن نحن فعلا إمام صعوبات دستورية وأزمة سياسية لكن المحكمة العليا ستقرر في أي نقطة بالتحديد ستقرر في نية البرلمان سحب ثقة أو ستقرر في الخطوة التي أتت من بعضها وهي طلب خان حل البرلمان سفير جاويد هو الشيء المهم هناك شيء أولا نائب رئيس البرلمان هل كان ضمن سلاحيته أن يمنع تصويت وثانيا هل كان رئيس الوزراء مؤهلا بهل البرلمان بعد تقديم القرار لهجب الثقة هذا هو نقطتين التي ستناقش إمام المحكمة من الغد لكن هو ليس رئيس البرلمان وصحيح لي ليس رئيس الوزراء الذي تقدم بحل البرلمان أو هو الذي حل البرلمان هو تقدم بطلب للرئيس الباكستاني وطلب منه ويبدو بأن الدثور يخول للرئيس حل البرلمان صحيح لا هو نائب رئيس البرلمان هو منع من التصويت للقرار صحيح هذه اتفقنا فيها ولكن قرار هذا البرلمان جاء بناء على هو سيد إمران خان رئيس الوزراء أوسى رئيس الدولة بأن يحل البرلمان وهو وقع على هذا القرار فهل حل البرلمان هذا هو ضمن الدستور أنه برأي لا هذا شيء غير قانوني بأن سيد إمران خان بعد تقديم هذا القرار ليس له حقا يحل البرلمان سيد أحمد ما رأيك هل حل البرلمان من مشغولات الرئيس الباكستاني بعد طلب رئيس الوزراء من ذلك نعم كما قال السفير حفيظ المحكمة العلية الباكستانية ستقرر فيما إذا كان هل من صلاحيات نائب رئيس البرلمان أن يقوم بحل البرلمان هل يملك السلطة وتاليا هل يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب حل الحكومة والمجلس طبعا قبل قليل قبل دقائق من الآن لم يعد إمران خان رئيسا الوزراء فعليا وإنما يدير الدولة إدارة شؤون الدولة لمدة حوالي خمسة عشر يوم تقريبا سيدير الدولة وتم حل الحكومة الباكستانية حوالي 29 وزير تم حل الحكومة الباكستانية وطبعا حل البرلمان المحكمة العليا ستقرر فيما إذا كانت كل من هذه الإجراءات الأول وقف حجب الثقة بذريعة وجود مؤامرة أجنبية وأن هذا تصويت غير دستوري لأنه مدعوم من الخارج هل هذا أمر دستوري المحكمة ستقرر في ذلك وستقرر أيضا في التالي حل الحكومة والبرلمان النقطة الأهم هي أنه عمران خان ويتفق معظم المراقبين في باكستان أنه كان من أقوى رؤساء الوزراء أو رؤساء الحكومات في تاريخ باكستان لم تشهد ربما باكستان رئيسا للحكومة أقوى من خان صحيح أنه كان على رأس حكومة ائتلافية قد يعتبرها البعض ضعيفة وثبت ذلك في النهاية لكن هو ربما المؤسسة العسكرية الباكستانية لم تدعم رئيسا للوزراء ربما كما دعمت عمران خان ومعروف أنه كان قويا من هذه الناحية كان لديه دعم من الشباب في باكستان حوالي 60-70% من الشعب الباكستاني ودعم المؤسسة العسكرية الباكستانية كان لديه دعم لا محدود كان بإمكانه أن يغير من مصر الدولة الباكستانية أستاذ أحمد ولازال هذا الدعم لأنه اليوم في آخر تصريحات الجيش يقول رئيس قسم العلاقات العامة بالجيش الباكستاني أن الجيش ليس منخرطا في السياسة ولن يتدخل ولن يفصل في مثل هكذا تطورات هل هو تصريح يمكن أن يكون له تفعيل حقيقي ما مدى صدقية هكذا تصريح نعم تصريح دقيق ومدير العلاقات العامة في الجيش الباكستاني هذا التصريح طبعا مهم جدا جدا لأنه مؤشر واضح آخر هناك مؤشرات كثيرة خلال الأسابيع والأشر الماضية لكن هذا أحدث مؤشر على أن إمران خان فقد الدعم المباشر والواضح الذي كان يتلقاه من المؤسسة العسكرية الباكستانية المؤسسة العسكرية أبعدت نفسها عن الخطوات التي أقدم عليها رئيس الوزراء اليوم والنتائج المترتبة على ما أقدم عليه باختصاره عمران خان أسقط البيت على من فيه علي وعلى أعدائي إذا لا أستطيع أن أستمر رئيسا للوزراء لن أسمح بأن يتولى رئاسة الوزراء فرد أو شخص أو سياسي من المعارضة فأسقط البيت على من فيه وأدخل البلد في أزمة سياسية كبيرة والكثيرون قالوا بأن كان يفترض في شخص شخصية رياضية أن فيما إذا كان خسر الأغلبية في البلمان أن يتقدم بشكل حضاري باستقالته أن يتعامل بروح رياضية سفير جويد سأكيد بأننا سنتابع تداعيات هذا الموضوع وتداعيات هذه الأزمة وفي انتظار ما ستفصل به المحكمة العليا ولكن إذا تم تأكيد على أن لواشنطن يد في تحريك الداخل الباكستاني ما التداعيات فرائلين هذا الأمر يناقش في باكستان هل هي معامرة أم لا ولكن ما ورد أن المجلس الأمن القومي هو فعلا يقول البيان بأنه تدخل في شعون باكستان الداخلية ولكن لم تقل هذه اللجنة بأنها معامرة وأنا كما قلت الهكومة ورئيس البوزراء إمران خان يستغل هذه العداء ويقول إنها معامرة لا نعرف بأنها معامرة أم لا ولكن نستنكر التدخل الأمريكي في شعون الداخلية الباكستانية باكستان بلد هر ذات سيادة فهي تأخذ القرارات قرارات زيارة رئيس إمران خان إلى موسكو أو تصويت من خلال الأمم المتحدة فهذا تبني التدخل ونستنكر هذا التدخل والأوداء الآن غير وعدها نهن إمام الأزمة وهناك مخاوف لإنفلات الأمني إنني أتمنى أن لا يحصل وتكون هناك الانتخابات نزيهة وهرة وتهل كل هذه المشاكل واضح على كل سنبقى في متابعة كل هذه التداعيات شكرا جزيلا لكم من إسلام بعد سفير السابق جويد حفيظ وكذلك من إسلام بعد أحمد قريشيال كاتب الصحفي شكرا لكم وإلى فاصل لمشاهدنا ونتابع من بعده هدنة برعاية أممية تزامنا مع مشاورات يمنية هل تكون بداية نهاية لحرب طال أمدها ترجمة نانسي قنقر